فأنا هنا هرجع لدكتور كريم انطلاقاً من كلام سيدة النائب معتزم أحمود في إيه؟ في أنه أنا لازم وأنا بدي الرمل السودة للمستثمر أو الرجل الصناع المصري أدهاله بسعر منافس أو على الأقل بالسعر العادل يعني ما يبقاش مضطر لما يروح يجيبها من بره يليق أرخص مني مثلاً بعشرة في المية خمستاشر عشين في المية وده كلام سليم مية في المية إحنا وحنا في الفصل كنا بنقول إيه؟ بس هو مش هيلاقي معدل التركيز اللي عندي يعني ممكن يلاقي مثلاً طن الرملة مثلاً بمية دولار وأنا بقوله هتاخد مني الطن بمية وخمسين دولار يقولي طبعاً أنا جيب من أبو مية يقوله طبعاً وتركيزه واحد في المية أنا تركيز ثلاثة وستة من عشرة هنا بقى برجع للاقتصاد فكرة المعادلة الاقتصادية لتحقيق الجدوة بالنسبة لك يا دولة وبالنسبة للمستثمر هو كمان لأنه هيشتغل ليه لو مش هيكسر طبعاً هو يعني نتحدث عن مشروع قومي الهدف منه هو توفير مواد خام بتدخل فيه العديد من الصناعات وبالتالي هنا بفصل ما بين المادة الخام اللي بتستخدم فيه التصنيع المحلي واللي بتستخدم فيه الأسواق المحلية واللي أنا بستهدف منها من هذا المشروع توفير السلع وعدم الاعتماد على الوردات وزيادة الصادرات وتوفير سلع بجودة عالية وتوطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي وبالتالي أنا هنا لما بدي صناعات محلية أنا مش هينفع أديها بنفس السعر اللي بصدر به للخارج بالتالي هنا فيه فصل لأنه هدفي الأساسي هو إجباع السوق توطين صناعة توفير السلع ومنتجات بجودة عالية وبالتالي هنا سعرين سعر التنافسي هو يكون السعر للصناعة الوطنية ولما أنا بدي سعر للصناعة الوطنية هنا أو استخدام المواد دي فيه داخل الدولة بالعكس ده أنا بفتح بوابة للإستثمار ليه؟ لأنه بدل ما كان بيستورد المادة الخام بتكلفة مرتفعة تمام؟ وبيصنعها هو لا ده هو ممكن ييجي هنا ويستفيد من استثمار داخلي وافضوا يستفيد به بالسعر التنافسي تمام؟ ويبدأ هو يتوسع فيه صناعات محلية كما أشارت لحضرتك إحنا بنتحدث عن 41 مكون من الرمال السوداء بيدخل في 49 صناعة 49 صناعة ما بين صناعات سقيلة وصناعات متوسطة وصناعات خفيفة وبالتالي هذا الكم من الصناعات الهدف ليس فقط الاستثمار في مجال الرمال السوداء ولكن الهدف هو الاستثمار في هذه الصناعات وتنمية الصناعة وده هو الاستهداف الأساسي اللي بيتماشى مع برنامج الإصلاح الهيكالي للدولة المصرية اللي هو زيادة نسبة الصناعة الصناعات التحولية في الناتج المحل الإجمالي وزيادة أيضا أو تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بيخدموا قطاع أو صناعة الرمال السوداء حلو جدا